أهلا بحضراتكم مرة تانية موجة تضخم عالمية وأزمة اقتصادية بدأت أثارها تظهر في كتير من دول أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية ومعاها بدأنا نشوف كمان اتخاذ قرارات مهمة جدا سواء على المستوى الدولي أو كمان على المستوى الشخصي عند المواطن هنا كان لازم نسأل في ظل الأزمة الاقتصادية الموجودة في العالم إزاي نحقق معادل الترشيد لاستهلاك في ظل هذا الظرف اللي طبعا طرق على العالم كله هنجواب على كل هذه الأسئلة بتفصيل مع ضفنا الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادية دكتور علي صباح الخير فاند صباح النوع على حضرتكم وعلى كل السادة مشاهديك يا أهلا بيك هل نشرح للناس بس في البداية الأزمة العالمية طيب خلينا نقول طبعا المشكلة اللي بيعاني منها الاقتصاد العالمي إن جاءت صدمتين وراء بعض إحنا بنتكلم على صدمة ضخمة جدا بحجم تدعيات كورونا وبعد كده يمكن بفترة زمنية قليلا بنتكلم على حوالي أقل من سنتين ولقينا طبعا الأزمة الحالية المطبطة بالحرب الروسية الأوكرانية المشكلة دلوقتي إن إحنا مش بنتكلم على تدعيات أزمة وبس لكن إحنا بنتكلم إنجاز التعبير يعني عن حرب عالمية ولكن في شكلها الاقتصادي إحنا يمكن في فترة شفنا لما كان في حرب تجارية ما بين الصين والولايات المتحدة لما كان زي العالم كله تأثر إحنا دلوقتي شايفين إن الحرب الاقتصادية ديت والتجارية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وما بين الروسيا وعديد من الدول المغالية لها فبالتالي المشهد كله بقى صعب جدا على المستوى الاقتصادي على المستوى التجاري على حتى النظام النقدي العالمي دورة اللي ابتدى يقصر بشكل واضح على معادلات التضخم على مستوى العالم ابتدى يحصل فيها اتفاعات كبيرة جدا ودايما في حالة الارتفاع اللي بتشهدها معادلات التضخم بتلجأ البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفايدة ما فيش قرار اقتصادي ملائكي يعني ما ينفعش إن أنا أقول إن قرار دوة جبياته إن هو حيساعد في كذا أو هيقلل في كذا دون إن أنا أنظر للجوانب السلبية لكن هي الفكرة كلها إن بنوك المركزية الأداء اللي بيقدروا يستخدموها في سياساتهم النقديين لازم يبقى فيه مجموعة جبيرة من العوامل اللي تقدر إن هي على سبيل مثال أخفض من التكاليف المطبطة بيه لإنتاج أقدم حوافظ ليه الاستثمار اللي طبعا الاستثمار بيتأثر بشكل سلب نتيجة ارتفاعات أسعار الفايدة المواطن مش هقول حتى على مصرار 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 العالم كله مع الارتفاعات الشديدة جدا فيه معادلات التضخم ابتدى ينزل للأمر من عدة نقاط جزء مرتبط بيه مدخراته هيعمل فيها ايه وجزء التاني مرتبط باستهلاكه هيبتدي إنه هو يتحرك فيه ازاي في ظل الاتفاعات الشديدة اللي موجودة على مستوى العالم الموضوع مش مرتبط بس بيه الاقتصادات النشأة أو الاقتصادات النامية ولكن حتى على مستوى الدولة المتقدمة بداية بالولايات المتحدة الأمريكية معدل تضخم يعني في البداية كان 7 في 100 دولة 8.5% أقبل معدل تضخم على مدار 20 سنة ابتدين نشوف الاتفاعات طبعا فيه أسعار الفايدة شايفين إزاي إن المواطن وفيه كمان حزمة من الإجراءات يعني لترشيد الاستهلاك تم اتخذها في أمريكا شايفين مسألة وكله رايح في اتجاه مسألة ترشيد الاستهلاك الموضوع دائما بيبدأ من المواطن ذات نفسه بمعنى إن الدول والحكومات مهما كان لها توجهاتها أو مهما كان لها قراراتها لكن موضوع دائما بيجي من الوعي الاستهلاكي للمواطن إزاي إن مع الارتفاعات الشديدة في معدلات التضخم نوى يبتدي يعيد حساباته مرة أخرى وترتيب أولوياته وهو دوات اللي يمكن الغرب أو كتير من الدول المتقدم نشوف إن مواطنيها هبتدوا فعلا إنهم يتحركوا على الاتجاه من معرض الدول إن إحنا ندخلين على أزمة أمن غذائي يعني كبيرة خلينا أقول لحضريك إن البنك الدولي حتى بيتحدث عن إن الأزمة ديت هتستمر لمدة ثلاث سنوات إحنا بنتكلم على توقع إن ثلاث سنين من ارتفاعات الأسعار ومعدلات التضخم وفيه طبعا توقعات يمكن تكون أقصى تشاؤما إن الأزمة ممكن تستمر الأكثر من كده لأن بعده انتهاء الحرب حتى لو نكلم أنها هتنتهي النهارة لكن التدعيات الإقصادية بتستمر لسنوات بعدين وقصدنا فيه أزمة في سلسل الإمداد من قبل كده بصعب تدعيات فيروس كورونا بالضبط وده زود الأمور صعوبة نحن نكلم على صدمتين في وقت زمني قليل جدا وده اللي خلى حتى الحكومات على مستوى العالم والاقصاد العالمي ما كانش قدر يتعافى بالشكل الكامل لأن بعده في المشهد بتاع كورونا كانت الحكومات كلها قدمت عديد من الحوافظ الاقتصادية والمالية علشان تقدر أنها تقلم من هذه التدعيات فلسه ما كانش تشاهد فيه تعافي بالشكل الكامل فبالتالي ده اللي زود الأمور الصعوبة فظل كمان أن حضائك لما تحدثت عن موضوع الغذاء على سبيل المثال المشكلة كمان أن القوى في حالة صراع وحرب بتمتلك قدر كبير جدا من الأمح والحبوم والسلع الغذائية على مستوى العالم حصتها كبيرة من حصة العالم هنا نحي الأخرى الطاقة بالضبط والجانب الآخر الطاقة واللي بيقصها بشكل واضح على أي اقتصاد وبالتالي العنصرين دولك كانوا مؤثرين بشكل كبير على المشهد الاقتصادي وفي نفس الوقت احنا كمان ابتدينا لغاية كتير من المفاهيم اللي تعود عليها العالم لأقود كثيرة جدا يعني بمعنى أن دايما من سنة 1945 بالضبط من أول ما بيطلق عليه النظام الاقتصادي العالم الجديد فكرة الانفتاح الاقتصادي والاعتماد المتبادل ابتدت المفاهيم دي حتى تتغير أن إزاي الدول تسعى إلى الاكتفاء الزاتي إزاي أن الدول تبتدي تعتمد بشكل أكبر على إمكانياتها ومواردها علشان تقلل من الاعتماد على الخارج لأن جزء كبير من المشكلة اللي العالم كله بشهد فكرة التضخم مستورد إزاي أن التضخم مستورد ده بقى بيقصر بشكل واضح في معدلات التضخم لديها وده اللي بيقصر بشكل سلبي بعد كده على خطة الدولة بها سواء بنتحدث على سياسات الاستثمار بنتحدث عن الحوافز بنتكلم على مستوى معيشة المواطنين الدول النامية والدول اللي كانتش أخذت إجراءات خاصة بإصلاحاتها اقتصادية طبعا تأثرت بشكل أكبر نتيجة أنها كمان كانت محملة بأعباء ما قبل حتى تدعية كورونا على مستورات المديونية ومشاكل عديدة في مستورات العجز والدين وغيرها دي كلها أكيد أثرت بسلب وازدادة الأمور سوءا مؤشر أمن الغذاء أصبح من مؤشرات اللي العالم كله بيتحدث إليها الفترة دي مستورات الجوع مستورات الفقر وكمان مع حالة الضبابية وعدم اليقين بشدها المستثمية يبدأ كمان يكون الحديث عن مستورات البطالة اللي متوقع طبعا هي هتتأثر بشكل واضح نتيجة أن عجلة الاستثمار دلوقتي بيحصل فيها نوع من أنواع التباطق بشكل كبير ركود في الأسواق بشكل عام كمان يمكن عاوزين نقول على حاجة يمكن مهمة جدا مع التنافس بشكل كبير ما بين البنوك المركزية على مستور العالم على رفع أسعار الفايدة هلا أن المشهد كمان على مستور العالمي بقى غريب جدا بمعنى أن المنافسة بقت ما بين الدول على جذب الاستثمارات الأجنبية غير مباشرة الهوتماني فكرة إزاي أن أنا عاوز أجذب بشكل كبير الأمور السخنة ديت اللي هي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي وإزاي أن أنا عزز بشكل كبير من استثماراتهم علشان أفع من سعر صاف العملة الخاصة بدولة المياه الفضالي لما أفع أسعار الفايدة احنا شفنا بعدين يمكن بدقائق مش أقول حتى بساعات عديد من دول العالم وكمان احنا مش بيكلم على اقتصادات نامية أو أخذها في النمو احنا حتى شفنا بنك انجلتها هو زاد نفسه كمان نافع يعني نحن بنتكلم على حالة العالم كله بتدى أنه يشهد بالضبط التأثير السلبي أنه بيجي على استثمارات مباشرة وحتى على الاستثمارات الغم مباشرة وأقصد بيها نوف الغم مباشرة الخاصة بيه أسواء المال وإزاي أن هي بتتقصها سلبة نتيجة تقفع صحيح حظيم طيب لو هنيجي نتكلم عن ترشيد الاستهلاك في أمريكا مثلا بدأوا في سياسة ترشيد الاستهلاك بشكل عام في الأكل بقى يقللوا شوية من الأكل برا يركب موصلات جمعية أوتوبيسات ويقللوا شوية من استخدام سياراتهم الخاصة إحنا هنا ممكن نرشد الاستهلاك إزاي إحنا لازم يعني بشكل كبير جدا يبقى عندنا فكرة ترتيب الأعمالات إحنا عندنا مشكلة في سلوكنا الاستهلاكي وده مش مشكلة من دلوقتي لا إحنا عندنا مشكلة فيها من عقود كثيرة جدا ويمكن حتى يمكن في شهر رمضان الكريم إحنا يعني ده موضوع رمضان العيد بالضبط إحنا عافين يعني عندنا كثير من السلبيات ودي حاجات يعني تواصناها للأسف الشديد منحاول نغير منها لكن لغاية دلوقتي ما نقدرش نقول إن إحنا غيرنا فيها بالشكل الكبير لغاية دلوقتي المواطر المصري للأسف الشديد مش عايف إن هو يتعامل مع أزمة كبيرة بيمر بيها العالم مرتبطة بوطفعات متعادرة الطبع مرتبط بمسألة ترشيد الاستهلاك لإنه إحنا سواء في أزمة كورونا أو دلوقتي ما نزلناش دورنا على سلعة لإنها مش موجودة آه ممكن يكون في غلب الأسعار لكن يعني الدولة بتتحكم في مسألة العرض والطلب إلى حد كبير يمكن عشان إحنا يعني ما حصلش عندنا أنه زي ما شفنا في دول تانية نزلنا ندور على سلعة لإنها مش موجودة خلينا نقول طبعا الحكومة والدولة قدرت أن هي بشكل كبير توفى كافة سلعة وخدمات مش بكان على الأزمة دي وحتى يمكي في أزمات سابق لكن فكرة أن المواطن ما شعرش أو ما حسش به ارتفاعات الأسعار لا ما فيش مواطن في مصر مهما كان مستوى دخله ما حسش أن في ارتفاعات بتادي تبقى موجودة في السلع والخدمات لكن بالأسف لا طبعا حسنا بارتفاع الأسعار أنا بس أتكلم عنه إنه إحنا لقينا السلع لقينا السلع بس هي الفكرة كلها إن السلوك الاستهلاكي الخاطئ بيضغى على حتى ارتفاعات أسعار بمعنى إيه إن الغاية اللحظة دي لا إحنا نشوف إن الناس ما غيرتش بشكل كبير في سلوكها الاستهلاكي فكرة إن أنا هو أنا محتاج دلوقتي إن ده أنا غير التليفون ولا مش محتاجه وإنا محتاج أسافر دلوقتي ولا مش محتاجه وإنا محتاج إن ده أنا أعمل عزومات ولا مش محتاجه ده محتاجين نفكر فيه بقى دلوقتي دي أمور لازم إحنا نبتد غير فيها ده يتفكر في تغيير العربية أنا على فكرة حديثي عن محدود الدخل ومتوسط الدخل أصحاب الدخول المتوسطة يفعلوا ما يشاءوا يعني مش هو دوت موضوعنا وعلى فكرة بالزبط مش في مصر في العالم كله أصحاب الدخول المتوسطة دولة عندهمش المشكلة لكن إحنا لما بنوجه كلامنا إحنا بنكلم الطبقة المتوسطة وبنتكلم محدود الدخل إزاي أن أنت في الوقت ده والترتب أولوياتك لأن لازم تبعيف أن الأزمة دية مش بتاعت شهر وشهرين وتلاتة حم نتكلم للفترات طويلة وبالتالي لو أنت ضغطت دلوقتي نفسك فيه أقصات وديون وابتديت أن أنت تضغط ميزانيتك ده هيقصر عليك بعد كده في حاجات تانية مهمة ممكن أن أنت تصدم يعني المقبل على شراء أي حاجة دلوقتي هتتطلب أقصات بفوايد أو أنه مثلا بيخطط لحاجة فيبتدي فيها دلوقتي لا يستنى فكرة كلها عربية شقة لازم تبقى مفرق ما بين سلعة أساسية وسلعة كمالية أنت دلوقتي في السلعة الأساسية دي محد الشيء يقدر يستغنى عنها احنا بنكلم على أكل وشرب بل بس دي حاجات أساسيات لكن لما بنجي نتكلم على سلعة كمالية أو سلعة ممكن يكون فيها نوع من أنواع الطرفي لازم تعيد أو لو يهتك فيها أو لازم تعيد التفكير فيها مرة أخرى أعتقد حتى في الأكل والشرب محتاجين ترشيد استهلاك كبير أكيد عملية الهدر في حد ذاتها أكيد دي مش مطلوبة لكن إحنا بنكلم على فكرة إحنا بنكلم على احتياجات القصة أنها طبعا يكون فيها نوع من أنواع الترشيد ويكون فيها عقلانية في عملية الشراء بالنسبة للعقارات يمكن ده جزء بيعتبر الكثيرين مغزر لقيمة في الفترة الحالية ومع تفعات معدلات التضخم إحنا عندها مخازر القيمة يمكن هما الصورة فيها ضبوبية لشكل كبير الصورة فيها ضبوبية الناس ما بقيتش عارفة لو هي عايزة تحط فلوس دلوقتي تحط فلوس فيه يعني سوء الدهب مثلا مبارح مفروض تم إغلاق سوء الدهب أنا أعتقد أن ده مش بسورة رسمية لكن يعني في أخبار عن عدم ما فيش تداول طيب إحنا عندنا الدهب الدولار وعندنا العقارات دولة مخازر القيمة الفكرة كلها يمكن على موضوع الدهب إحنا الفترة دي أجيزة الفكرة كلها أن مع ارتفاعات الفايدة بين جانب الفضالي يبتدى يبقى فيه تكاهنات كبيرة جدا الدهب حسعرها تتفع والدولار حسعرها تتفع طيب إحنا دلالة نشتري دهب ولا ما نشتريش الفكرة كلها ببساطة دايما لما أجي أفكر في أي مخازر القيمة سواء كان دهب أو دولار أو حتى العقارات لازم أول حاجة بص عليها هي شهادات الاستثمار هو البنك هيديه كامل لأن البنك دايما زير ريسك ما فيش مخاطرة خالص البنك دلوقتي بيدي 18% على شهادة الاستثمار وده بتكلم عليه في الأجر القاسية بتكلم على سنة طيب إنت دلوقتي المدخرات بتاعتك دي هل إنت محتاجها الأكثر من سنة يعني إنت مش محتاجها دلوقتي غير بعد 3-4 سنين طب آه بتدي فكر في الدهب بتدي فكر في العقارات بتدي فكر حتى في عملة أجنبية لو حد يعني بيفكر في عاجة زي كده لكن لو أنت بتفكر في أجل قصيب بتتكلم في سنة بس لا أنت عندك 18% لأن إحنا بدنا نحسبها أنت دلوقتي لما تيجي تغيير جنيب بالدولار على سبيل المثال أو غياته الدهب هل هو هيزيد 18% في خلال سنة ولا لا ده السؤال لازم تسأله نفسك يبقى هي الفكرة كلها لأن إحنا بدنا بنشوف أن الناس طبعا هجيب دهب دلوقتي طبعا هجيب دولار دلوقتي طبعا هجيب عقار دلوقتي لازم تبقى عائف أنت هتكسب قد إيه ومحتاج الفلوس ديت بعد فترة زمنية زي وفيه طبعا أوجه كتير أخرى للإستثمار اللي كان بكلم على الثلاث جوانب دولار لأن يمكن دولار اللي الحديث دايما عنه بيكون مستمرة العقارات حتى يمكن ناس بتلجأ لها لكن يمكن إحنا مع الظروف اللي الدولة بتريد تتحرك عليها على مستوى توفير الوحدات السكنية وبقى فيه معروض كبير جدا ويمكن حتى السيد الرئيس كانت تحدث عن هذا الأمر عدة مرات وكان بيأكد إن الشراء الوحدات السكنية يكون لغاية الاستخدام لكن فكرة إن إحنا نشتري عقارات ونبتد نسبع مش هي دي اللي بقيت يمكن لها مردود كبير جدا في زيادة المعروض كمان بقى يمكن ساعات بيبقى في حالة من حالات الرقود بعد الشيء فعشان كده يمكن الناس بتريد تتحرك على موضوع الدهب بالفترة الأخية وابتدر يتحدث عنه وفي نفس الوقت بعده أنا بتكلم إن الدهب ما ينفعش في المدخرات أو المبالغ الأولئلة يعني إحنا بنتكلم على مبالغ لازم تكون ضخمة شوية لكن لما حد بيجي يتكلم يعني في حالة صغيرة معاتها ويشها صغيرة برضو خمسين ألف مئة ألف مثلا يحطوا خمسين ألف ومئة ألف يحطوه في البنك هيجيبوله 14% ده نسب حال ده زير ريزق لكن هو مئة ألف هيجيب بيهم يعني هيجيب بيهم قد إيه دهب وهيكسبه قد إيه أنا بتكلم في خلال سنة طب هو مش عاوز من المدة 3-4-5 سنين آه ماشي يشتري بيهم دهب ويعني يفضل طبعا أن يكون حاجات ما يكونش فيها مصنعيات وكذا سباك اه سباك أو مثلا جنات دهب أو الحاجات ديت بيبقاش فيها مصنعيات كبيرة ممكن يحتفظ بها الفترات الزمنية طويلة لكن خليها أقول بقد على حاجة ميزة التعامل مع البنوك أنت هتقدر حتى لو أنت حتاكت الفلوس ديت خلال الفترة الزمنية ديت هتقدر تاخد قائد بضمانها هتقدر أن أنت بأيكاد تصف العائد يعني هيبقى فيه لكن بقد أنت لما بتحطها في شكل يعني يذهب في النهاية فكرة أن أنت تقدر تسهيله أو أنت تستبدأ في وقت معين أكيد مش بتبقى بنفس السهول بكل تأكيد فأنا مشرفتنا ونورتنا الدكتور علي خليزين خبير الاقتصاد شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك